اشتركوا في القناة وقفنا عن موضوع المتطلبات المشاركة وقلنا ان كيف نعزز الشراكة المجتمعية من خلال الترابط مع المجتمع من خلال ان كيف نحن نعيد البناء للمعرفة من خلال اول شيء الغاء المعرفة السابقة ثم ان كيف اهمية التطور الحلزوني بحيث ان يكون نتعلم من خلال الفشل ونتعلم من خلال الممارسة ثم ايضا كيف نستفيد من الفرص سواء اللي تتعلق بالزمان الوقت الآن ما هو طبيعة الوقت المتطلبات التي يعني يتطلبها المجتمع لكي يتجدد وينتقل للمرحلة الثانية او المكان صفات المكان الآن سواء التحديات اللي به او الفرص التي به سواء هي طبيعية او وصول اجتماعية او اصول معرفية او اصول اخرى يعني تكون متوفرة داخل هذا المجتمع ثم كيف نستفيد من منهجيات الخرائط والرموز الدهنية بحيث نبني هذه الشراكة المجتمعية التي تلهم المجتمع وتجعله يتحرك الى الامام لشكل سليم لو تكلمنا على مادة السعادة في المجتمعات التي تبعث عنها يبعث عنها كل مجتمع طبعا نجد ان دائما لما يكون عندنا في الحقيقة هدف كبير في الحياة وان يكون عندنا رضع عن الحياة لازم يكون عندنا اهداء يعني السعادة تكون افضل كلما كان هدافنا كبرى في الحياة كلما كانت السعادة افضل فمعناها احنا نتكلم على ان قد يكون عندنا الانكم اقل المداخيل اقل ولكن لان المجتمع يكون عنده هدف فلذلك اهمية الهدف هذا الشريعة اهمية ان يكون المجتمع عنده هدف كلما كان المجتمع عنده هدف كلما زادت نسبة الرضا كلما زادت نسبة السعادة لان السعادة مرتبطة بالرضا مرتبطة بالقبول ولذلك يعني نجد مثلا بلد مثل بوتان بلد فقير ليس بلد غني فقير يعني ليس بلد متوسط الدخل ولكن الناس عداء في حياتهم عندهم قبول لأنه عندهم أهداف في الحياة لأنه عندهم شيء يسعون له كي يعقبوا فبالتالي هذا هو ما يسمى رزق المشاركة المجتمعية الذي نهدف إليه وبالتالي إحنا يكون عندنا دائما نفترض أهداف واضحة مخلصة تحفز على التطوع على العمل المتجدد تزيد من نسبة الرضا والسعادة في الحياة بحيث الإنسان دائما يكون عنده هدف يسعى لكي يحقق النتيجة الأكبر في حياته وللتالي معدل الدخل قد يكون أقل ولكن نسبة الرضا تكون أعلى لما يكون هناك زيادة في المشاركة المجتمعية وإني أنا شارك في غضايا المجتمع وتحدياتها وبالتالي عندي هدف كبير في الحياة ليس هدف نجاحي الشخصي فقط ولكن هدف نجاح مجتمعي وبلدي وأمتي والعالم كله وبالتالي نستطيع أن نقول أن بناء منظمات المجتمع المدني في هذا الاقتصاد معناته الذي لديه روح الرياضة طبعا بشكل كبير هو يعتمد على زيادة في القدرة لكيف نتماشى معه في الحقيقة الاحتياجات المستفيدين وهذا يطلب طبعا أو المجتمع المستهدف وهي يطلب في الأخير أن نحن أول شيء نفهم الاقتصاد الاجتماعي ما هو الاقتصاد الاجتماعي وما هي طبيعته وكيف أنه يعمل على كيف أنه نحدد بدقة نقاط محددة تجمع هذا الاقتصاد وتساهم في نقل المجتمع إلى مستوى أعلى ومعناه أنه نحتاج إلى دراسة ظروف المجتمع دراسة ظروف المؤثر عليه معرفة مهاراته معرفة سلوكياته عشان نبني منهجيات إدارة أكثر تنظيم ونبني برامج مخصصة لتطوير المتطوعين ونبني شراكات أكثر وضوحا وبالتالي نستطيع أن نصل إلى مرحلة دراسة المخرجات والظروف المؤثرة بطريقة سليمة وهذا ما يؤدي إلى في الأخير في النهاية أن يكون عندنا خطوات هي واضحة لكيف نخرج بتفكير واسع مبني على شراكات مجتمعية تفكير يقدر الرزق الإنساني الرزق الطبيعي الرزق الاجتماعي الرزق المادي لكي يصل بالإنسان ويرفع عناصر في الحقيقة التأثير فعناصر التأثير هي قد تكون عناصر نفسية التأثير في المجتمع نقصد قد تكون عناصر نفسية قد تكون عناصر شخصية قد تكون عناصر اجتماعية قد تكون عناصر ثقافية هناك مؤثرات في الحقيقة مؤثرات ثقافية مؤثرات غير ثقافية هناك طبقات هذه كلها هي تؤثر على المجتمع وتؤثر على عمق شركته معاك في مختبرات الإلهام أنت كخبير تريد المجتمع أن يأهل فلازم تراعي هالأشياء تعرف ثقافة المجتمع تحضر عنه قبل ما تذهب إلى البلد عن طبيعة ثقافة المجتمع طبيعة الحروب الذي دخل فيها وطبيعة الاستقرار الذي مر فيه أو طبيعة الموارد التي دخلت عليه طبيعة البشر الذي يعني موجودين القبائل التي موجودة ثم العناصر الاجتماعية الترابط العائلي في هذا المجتمع القدوات في المجتمع الوظائف والمستويات الاجتماعية مجموعات المرجعية وطبعا كيف نحن نبني عناصر تأثير طبيعة السن ومستوى دائرة الحياة طبيعة العمل طبيعة الأثر الاقتصادي طبيعة الموضة في الحياة مفاهيم والقيم وطبعا نتكلم على طبيعة التحفيز طبيعة التوقعات طبيعة التعلم أو الطبيعة بشكل عام التي هي تؤثر بشكل أو بآخر على مفهوم الشراكات وطبعا هناك بجانب أن هناك هاي مقومات لاستطيع أن نقول هناك أيضا معاوقات في الشراكات المجتمعية لما نتكلم على المجتمع وكيف نحن نريد أن نبني معا شراكة ونصنع تنمية فهناك معاوقات أهم المعاوقات هو النظرة الأخرى للآخر الاستهزاء بالآخرين السخرية من الآخرين التقليل من الآخرين هذه أكبر معاوق عندك في عقليتك وأيضا عقلية التي ترى أننا هذا العمل قمنا به سابقا وفشلنا والله تعاولنا مع هذه الجهة ولكن لم تتكون هي جاية تحقق نتيجة لا لا تستثني أحد بسبب هاي التجربة قد تكون هاي تجربتك قد تكون هاي طريقتك قد تكون هذه الظروف التي حالت دون ذلك وطبعا موضوع أنه ما يوجد وقت هذا كل كلام في الحقيقة غير صحيح وغير سليم إذا أنت أردت أن تنمي مجتمع وتصنع استدامة في مختبرات صلة عليك أن تشرك الآخر وهو نعرف أنه صعب لا أسأل أنك تعمل عمل يعني سريع وبنفسك وأنا تجربة شخصية أنا نفسي عندي هذه المشكلة ساعات إذا أنا بتاع الضغط أبي أنجح وأبي أعمل نموذج أتجاوز كثير من الشركات لكن في النهاية ما يستديم العمل أو العمل يكون في تربولنس فالجهود التي سوف تضعها في البداية هنا وتستمر فيها فترة طويلة هي نفسها ترفع دين في الأخير ده ما عملتها سترجع تعملها بسبب الإحباطات بسبب السقوط الذي يحدث في النموذج وغيرها لذلك نقول هناك متطلبات لنجاح الشركات المجتمعية والمؤسسية أول شيء حالة العقل في مراحل الشراكة حالة ما هو تسوى التركيز مستوى الانتباه بشكل عام وأنا أقول التركيز والانتباه هذي لهم مهمين جدا في موضوع المراثون مأفهوم الشراكة وبالتالي لأنه من خلال التركيز والانتباه نستطيع أن نستثير الفضولية نهدف في كل المختبرات التي نصنع التغيير عندنا الفضولية الهادفة وبالتالي من خلال نصنع الإحساس والشعور بالآخر من خلال نستطيع أن نحل المشاكل ونكرر المحاولات من خلال نستطيع أن نستفيد ونستكشف الفرص ونصنع الأسرار والمثابر ومن خلال طبعا نستطيع أن نعمل التفكير الانتقائي الذي يقوم على الإفاء بحاجات المجتمع بطريقة سليمة وبالتالي يصنع لنا الاندماج في مشاريع الاقتصاد المشكلات لن تستطيع أن تحلها إلا أن تكون عندك التركيز هذه المراحل مهمة جدا لكي نصل إلى مستوى التفكير الانتقائي الذي يقوم على الإفاء بحاجات المجتمع التفكير الانتقائي هو الذي سوف يساعدنا على حل مشاكل مجتمعية ويسوي تطوير في المجتمع بطريقة سليمة وآمنة وبالتالي نحتاج إلى منها النوعية من التفكير الذي يقوم على هذه النوعية من الشراكات أو الترتيب بشكل سليم عشان نصنع الفارق ونصنع الاندماج بين المجتمع المستهدف إذا نحن عشان يصنع عندنا عمق في الشراكات وقوتها لازم نستخدم أدوات أيضا شراكة قوية وهذه أدوات الشراكة تبدأ بشراكات شكلية يتلاعب بها ثم شراكات ترضية ثم شراكات سطحية ثم شراكات تطويرية ثم شراكات تنسيقية أنا أقول الشراكات العقية تبدأ من هنا ثم تطلع إلى الأعلى ثم تمشي إلى الأعلى من خلالها نستطيع أننا نصنع الشراكات المبتكرة فلازم يكون في البداية عندنا مستوى من الشراكات التنسيقية وليس تشاورية تشاورية تشاورها مخالفهم ما يصير التنسيقية معناتها تقعد تعمل معا خطوة خطوة هو يبني معاك الخطة هو يبني معاك المختبر وهذه حتى اللي تصبر عليه في البداية هو ما يفهم طريقة عاملة لكن أنت ما تفهم طريقة عاملة إلى أن نعمل معاك حتى نصنع شراكات تعاونية وهذه نعمل فيها في مرة ثانية بشكل كبير ثم شراكات كاملة ثم شراكات مبتكرة ومتجددة تصنع الفارق لنا وتصنع الأثر الذي نستهدفه وبالتالي نخرج بمرة ثانية تطبيقات تؤثر على قطاعات مثلا في قطاع الصحي نعطيكم كمثل إحنا لو ما كان في شراكات بين الأقسام الجراحة الباطنية العظام وفي آليات آليات للدفع مصاحبة لهذه الشراكات لما استطعنا أن نصنع شراكة سليمة في حركة المرضى في المستشفيات في معظم المستشفيات يكون ساعات في صراع داقلي بين التخصصات نسميهم The Professional Bureaucrats المستشفيات تسمى مستشافات مؤسسات برغراطية تخصية يعني كل قسم يعمل بنفسه ويظن هو الملك ويظن هو المسؤول هو اللي صح والباقي خطأ وهذه تكون عادة كل مكان الإنسان فيه تخصص واحد وما ينظر عنده ما عنده الهوليستيك أبروش ما عنده نظرة الشمولية المتكاملة هذه النظرة الشمولية المتكاملة ما تأتي إلا لما إنسان يعمل في هذه التخصصات أو سراع بين قسم الجراحة وقسم الباطنية في التشخيص ونفسي شايفي مرحلة العمليات أو قد يكون سراع بين الأخسام هذه التخصصية والطوارئ وهكذا فلذلك من المهم أنه يتشاور الجميع ويتعاون الجميع لكي يخرجون المريض في الوقت المناسب لكي لا يجعلون المريض الحالة الطارئة يجلس على سريره هو يصبح حالة غير طارئة ثم والحالة الطارئة في القارج اللي في الطوارئ لا تحصل على السرير وبالتالي هذا نتكلم على آليات السحب التي هي الأقسام العامة طب العائلة طب المجتمع الخدمات الاجتماعية كل هذه يفترض أنها تعمل على تسحب الناس أنها ما تصل إلى المرة ثانية لمراحل أو شيء أنها تكون هي مريضة مرض يدخلها المستشفيات أو هي تعمل على في الحقيقة مرة ثانية الكودينج أو التشخيص من هو الأولوية الذي يفترض أن يحصل على السرير أو يحصل على الخدمة في داخل المستشفيات هذه مثل على مفهوم الشراكة على مستوى المؤسسة واحدة فما بالك شراكات على مستوى عدة مؤسسة نطالب دائما أن الحلول المعقدة تكتيه من عدة تخصصات وتكون فيها الأمور واضحة إيش الهدف منها كيف نحدد المشكلة وهل هي كيف أثر على الاقتصاد الاجتماعي كيف أن يكون نتصور واضح في البدايات ثم نشوف الفرص اللي فيها ثم نجدد التصور ثم نصنع الشراكة نشرك الشراكات ثم نركز على تحقيق النتائج بطريقة سليمة متطلبات نجاح الشراكات المؤسسية والمجتمعية طبعا هي في الأخير نحن نتكلم على هدف ليكون عندنا مستويات شراكة أكبر عشان يكون عندنا مستويات شراكة أكبر لازم يكون عندنا نعمل على أن نصبح لسنا فقط خبراء اقصاد الهام ولسنا استشاري اقصاد الهام وليسنا فقط مشتشارين ولسنا فقط عضاء مشاركين في مشاريع اقصاد الهام ولكن مفكرين أيضا نطلع بفكر جديد نطور مفهوم الفكر نصنع مستوى من الشراكة نموذجي ومتطور ونصنع الشراكة الالزام طبعا متطلبات نجاح الشراكات هو أن نعالج متطلبات التوازن نعالج مرونة وترابط وانسجام الروح مع العقل مع الجسد نعالج مرة ثانية العوامل النفسية وكيف فيها أخذ وعطاء نعارج أيضا العوامل الصحية فلاحظا أنت تتعامل مع المجتمع هو ليس جسد واحد هو عدة أجساء ولكن كيف تجمعها في جسد واحد كان يفكر بشكل مترابط مع بعض البعض كيف تعمل العوامل مع بعض البعض في الموقف العاطفية اللي فيها تحديات اللي فيها قرارات صعبة اللي فيها ليس فقط السمبثي قرارات مبنية على الرحمة الآخرين ولكن مبنية على أيضا نظرة الإحساس بالآخر اللي نسميه الأنبثي هاي كلها طبعا ما تأتي بالصدفة تأتي من خلال القوة والعزم وتأتي من خلال السخاء والتواضع العظيم والشديد الذي يصنع لنا في الحقيقة قدرة على تغيير العادات قدرة على تغيير القدرة في الابتكار والابداع قدرة على تغيير في الخبرات وقدرة على أن نحن نتعامل مع العلم في العادات بحيث أن تكون هي في مراحل تغيير العادات حتى نصنع النجاح لأن النجاح لا يأتي من خلال تغيير العقلية والعقلية لا تأتي من خلال تغيير العادات والسلوكيات وبالتالي نصنع في الحقيقة من الفشل نصنع التغيير الذي مطلوب على مستوى الشركات المجتمعية الذي يصنع فرصة للتغيير الإيجابي أو السلبي أو البقاء في مكانك سك في البداية وهذا هو الذي يصنع لنا مرة ثانية من خلال الشراكات المجتمعية واحدة من الأشياء التي نراها اليوم في المجتمعات إنها أيضا المطالبة اليوم المؤسسات إنها تكون عندها في الحقيقة قدرة عالية على الإيفاب مطلبات التنمية ومسدامة نتكلم على معالج القضايا الفقر البطالة العطالة حماية البيئة السلام المرة ثانية للشباب المرأة طبعا أيضا المفهوم التوفير توفر المياه السليمة والصحية والنظيفة كل هذه في الحقيقة مشاريع يعني ممكن نقوم فيها وقام فيها اقتصال للهام إحنا عندنا أكثر من 600 مشروع ممكن ترجعون له في موجودة على رسيرج جيت تتكلم على الموح مشاريع إذن أدوات استنهاض المشاركة والإدماج المجتمعي تقوم على أدوات المشاركة المجتمعية التي هي تعريف نوع المختبر وأهميته المجتمع المستهدف تعريف نوع الشراكة المجتمعية المطلوبة المناقشة في طبيعة الملاحظات والأدلة والمعلومات المتوفرة استثارة الزيارة الميدانية جمعوا مناقشة الملاحظات الجديدة التي تجمعت من كل المشاركين والمعنيين بعد الاطلاع على الميدان علماً بأن الميدان قد يكون مكان أو تحليل أو غيره من الوسائل التي تزيد من سعة الملاحظات وعمقها وبالتالي نحن نتكلم على في الأخير على اتفاق مهم يقوم على فهم مشترك بين أصحاب المصلحة لكيفية عمل أو حل قضايا معينة من خلال المختبر في الشراكة المجتمعية أدواتها تقوم على التحليل التي يقوم بها أصحاب المصلحة أو لأصحاب المصلحة لهم وكيف نحن ندمجهم في كل مراحل المختبر أو جزء منه بدءاً من الجلسة المحاضرة القصيرة التي نتكلم عليها ما هو أهداف المختبر لماذا هذا المختبر كيف سيعمل هذا المختبر ما هو أثر على المجتمع في المدى البعيد والمدى القصير أيضاً واحدة من أدوات للشراكة المجتمعية هو تحديد مهارات ونموذج اتصال وكيف رح نتواصل مع بعضنا البعض كيف نحن نقيم المبادرات المشاركة المعنيين كيف نصمم عملية المشاركة المجتمعية بحيث تكون لها تأثير سليم كيف نفهم بشكل مشترك أهمية الخطط المتعلقة بالنتائج المختبر وكيف يكون عندنا صيانة واستدامة للمشروع بعد المختبر في مسار في الحقيقة هو مسار للشراكات عبارة عن مسار حلزوني تبدأ في الحقيقة بأول شيء ننضع استراتيجية عامة للشراكة متفق عليها ثم نبدأ بشراكات تقوم على التنافسية الهدف من الشراكة هو أن نتحول التنافسية نقصد فيها في اقتصال الإلهام بالذات هو كيف ننتحول إلى مرحلة متقدمة من مفهوم التطور من القدرات قدرات في استغلال الأصول المجتمعية قدرات لحل المشاكل قدرات للمرونة وهكذا ثم تبدأ المؤسسة أو المجتمعات تستعيد ثقة بنفسها ثم تبدأ بالتوسع في الشراكات بسبب الحاجة ولكي تتفادى أرمية المؤسسة ثم تبدأ الشراكات تسهم في التركيز على أهم أعمال المجتمع وتقلل الاهتمام بما يدور في خارجه من تطور سريع هذا كله يصنع التحول الذي يبدأ بروح الإبداع في المؤسسة ثم في القبول في الأداء المؤسسي ثم يبدأ في سلسلة الأزمات والحرائق المتفرقة في حل المشاكل التي تأتي من هذه الأزمات ولذلك نقول أنه نحاول نتفادى هذا الانحراف لأن هذا الانحراف يؤدي إلى السقوط هذا الانحراف هو سبب السقوط الأساسي في المجتمع لذلك يفترض أن التحول يصبح في دائرة وهذه الدائرة نحن ندور فيها ثم نأتي مرة ثانية نطلع مرة ثانية إلى الأعلى طبعا عشان مثل ما قلت هناك نواذج التواصل شراكات مع المجتمع هذا مثلا أعوضعت لكم من الأمثلة التي نعمل فيها ومختبرات إخصال لها كيف ترابط الخبير والتحالفات والشراكات كيف يتم التقييم الذاتي والتنظيم وعادة التنظيم والتواصل الداخلي داخل الفرق العمل التي تعمل في المشروع وكيف أننا احنا ايضا لنا طبعا تقارير دائمة توصل إلى المجتمع المستهدف تطمن المجتمع المستهدف أننا بدأنا نحقق خطوات ثابتة ومؤثرة على المدى البعيد والمدى القريب أتوقع أقف معكم عند هذه الشريحة ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة فنشوفكم على خير السلام عليكم